بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم والتسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس استخدام الطالب للهاتف للاتصال برقم منزله إذن أحبايا الطلاب والطالبات هيا نتعرف على أحداث هذا الدرس أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على استخدام الهاتف للاتصال برقم منزله ثانيا أن يميز الطالب أو ثانيا أن يتعرف الطالب والطالبة على طريقة إدخال الأرقام في الهاتف ثالثا أن يرتب الطالب والطالبة رقم هاتف المنزل رابعا أن ينسخ الطالب والطالبة رقم هاتف المنزل خامسا أن يقرأ الطالب والطالبة الأرقام باللغة الإنجليزية سادسا أن يفرق الطالب والطالبة بين رقم الهاتف ورقم الجوال إذن أحبايا الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا هذه الأرقام مكتوبة باللغة العربية إذن هذه الأرقام مكتوبة باللغة العربية إذن سوف نشاهد أن هذه الأرقام مكتوبة باللغة العربية إذن لوحة المفاتيح في جهاز الجوال أو الهاتف تكون مكتوبة بهذه الطريقة باللغة العربية إذن وأيضا تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية إذن أحبائي الطلاب والطالبات ها هي الأرقام باللغة العربية لدينا هنا الرقم إذن لدينا هنا الرقم صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن ها هي الأرقام في لوحة المفاتيح تبدأ من صفر إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا إذن في هذا الجهاز جهاز الهاتف الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية إذن أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات يجب أن نعرف أن بعض الهواتف تكون فيها لوحة المفاتيح باللغة العربية وأيضا باللغة الإنجليزية إذن هيا نشاهد هنا يا أبطال شاهدوا معي إذن لدينا هنا الرقم صفر زيرو ون تو ثري فور فايف سيكس سيفن ايت ناين إذن ها هي لوحة المفاتيح إذن زيرو ون تو ثري فور فايف سيكس سيفن ايت ناين إذن ها هي الأرقام باللغة الإنجليزية إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نشاهد لدينا هنا يا أبطال هذا الرقم صفر وهنا زيرو إذن هو مطابق لهذا الرقم وهنا ون إذن هنا الرقم واحد وهنا ون إذن أحبائي الطلاب والطالبات إذن ها هي الأرقام باللغة العربية مطابقة للأرقام باللغة الإنجليزية إذن هيا نشاهد هنا لدينا هنا صفر زيرو ون أو واحد ون اثنان تو ثلاثة ثري أربعة فور خمسة فايف ستة سكس سبعة سفن ثمانية إذن كما نشاهد هنا يا أبطال شاهدوا معي هنا هذه الأرقام مطابقة إذن كما نشاهد هنا يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن نشاهد هنا إذن أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا إذن نشاهد هنا لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح لدينا هنا باللغة العربية ولدينا أيضا باللغة الإنجليزية أين هي لوحة المفاتيح باللغة العربية أحسنتم ها هي لوحة المفاتيح باللغة العربية وهنا لوح المفاتيح باللغة الإنجليزية إذن أحبائي الطلاب والطالبات مشاهد هنا لوحة المفاتيح باللغة العربية لدينا هنا الرقم صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة وهنا لدينا زيرو وان تو ثري فور فايف سكس سفن ايت ناين إذن أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن هيا نشاهد هنا يا أحبائي الطلاب والطالبات نشاهد هنا إذن نشاهد لوحة المفاتيح إذن لدينا هنا لوحة المفاتيح مكتوبة باللغة العربية واللغة الإنجليزية إذن نشاهد هنا لدينا لوحة المفاتيح هنا مكتوبة باللغة العربية إذن مكتوبة باللغة العربية وهنا مكتوبة باللغة الإنجليزية إذن هيا نقارن يا أبطال إذن هيا نشاهد إذن ها هي عنواع لوحة المفاتيح أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 110 إذن صفحة 110 في النشاط الخامس إذن أحبائي الطلاب والطالبات أرسم دائرة حول الأرقام التي تمثل رقم هاتف منزلك إذن أحبائي الطلاب والطالبات في هذا النشاط الخامس هيا نضع دائرة حول الأرقام التي تمثل رقم هاتف المنزل الخاص بك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة إذن أحبائي الطلاب والطالبات إذن لدينا هنا هذا الرقم يبدأ بصفر واحد واحد أربعة سبعة خمسة ثلاثة صفر 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 هنا سوف أقوم برسم دائرة حول الأرقام التي تمثل رقم هذا الهاتف لدينا هنا صفر ولدينا الرقم واحد وأيضا واحد أربعة سبعة خمسة ثلاثة ثم صفر 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 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات في هذا النشاط قمنا برسم دائرة حول الرقم أو المناسب لهاتف المنزل إذن تشاهدون هنا لوحة المفاتيح إذن وقمنا بوضع دائرة حول الأرقام التي تمثل الرقم الموجود هنا أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا أحبا أحبائي الطلاب والطالب والطلاب والطالبات